السلام عليكم ورحمة الله أساس حرارة زيت الجير أو الترانزميشن فلويت تنبريتشر سنسور أو التي اف تي اس هو المسؤول عن إرسال المعلومات عن درجة حرارة زيت الجير لكمبيوتر السيارة كمان بيمنع تشغيل تنجرة الجير أو محول عزم الدوران عند ارتفاع الحرارة بشكل مفرد في بعض السيارات وأثبتت الدراسات أن حوالي 90% من جميع حالات ظهور نائل الحركة الأوتوماتيك نتجة عن انهيار زيت الجير بسبب الحرارة الزايدة وممكن يسخن نائل الحركة في حالات التوقف والانطلاق المتكررة وعند الكيادة في ظروف صعبة زي الطرق الجبلية أو عند سحب مقطورة أو الكيادة في الرحلات الطويلة بالإضافة لكده ممكن يتسبب نقص أو تلف زيت الجير لارتفاع حرارة نائل الحركة علشان كده وبناء على طريقة استخدام سيارتك هيكون من المهم وجود حساس حرارة زيت الجير علشان ينبهك لو وجهت ارتفاع كبير في درجة حرارة الجير درجة حرارة التشغيل المثالية لزيت الجير بتكون بين 79 و93 درجة مئوية كمان ممكن تكون درجة حرارة الجير ما بين 113 و127 درجة مئوية عند الكيادة على طرق غير ممحدة أو جبلية أو في رحلات السفير الصحراوية في الطقس أو الجو الحار علشان كده لو حبيت تحافظ على الجير لأطول فترة ممكنة فلازم تركب أو تضيف مبرد زيت واللي هينزل أو هيخفض درجة الحرارة بنسبة 25 درجة مئوية في المتوسط في حلقة النعرضة هنتعرف على علامات أو أعراض تلف حساس درجة حرارة زيت الجير أو التي اف تي اس ايه هي علامات تلف حساس حرارة زيت الجير؟ أولاً ظهور لمبة فحص المحرك أو التيك انجين هتظهر لمبة فحص المحرك بمجرد أن يبدأ حساس حرارة زيت الجير في التلف ولأن لمبة فحص المحرك أو التيك انجين ممكن تدل على مجموعة مشاكل مختلفة فمن الأفضل أن يتم فحص السيارة بدقة من خلال فن مختص علشان يفحص السيارة بجهاز أو بكارك الـ OBD2 علشان يعرف رموز الخطأ لتشخيص المشكلة بسرعة ثانياً تبديلات الجير غير المنتظمة بيحتاج نائل الحركة لكمية محددة من زيت الجير للمحافظة عليه في درجة حرارة التشغيل المناسبة لأن الاحتكاج بيولد الحرارة وفي الكتير من التروس والأجزاء المتحركة داخل نائل الحركة أو الجير علشان كده عند نقص زيت الجير بترتفع حرارة أجزاء الجير الداخلية أكتر من المعتاد بسبب الاحتكاك الزيت بين الأجزاء المتحركة وعموماً ممكن تلاحظ ريحة احتراء قوية لزيت الجير أو دخان بيخرج من ناحية نائل الحركة علشان كده لو لاحظت أي أمر من الأمور دي أثناء الكيادة فوقف سيارتك فوراً وسيب كل شيء يبرد لفترة من الوقت ولو كانت درجات الحرارة مرتفعة جداً فممكن يكون عندك تلف داخلي خطير وعد احتاج لإصلاح أو توضيب الجير بالإضافة إن ممكن يؤدي تلف حساسة حرارة أو نقص زيت الجير لتأخير تبديلات التروس أو العكس ثالثاً تفعيل وضع العرج أو وضع الطوارئ أو الوضع الآمن أو الليم بمود لما بيتعطل حساس حرارة زيت الجير بيتم تنشيط وضع العرج أو وضع الطوارئ أو الوضع الآمن لحماية نائل الحركة من التلف ومهمة الوضع ده هو الحفاظ على عمل السيارة بالترس الأول أو المحيد علشان تقدر تنقل السيارة للورشة لإصلاح المشكلة وببساطة مش هيشتغل نائل الحركة أو الجير ومش هتقدر تروح لأي مكان إذا كان على الوضع المحيد أو هتكون سرعتك محدودة على الترس الأول رابعاً تعطيل كلتش تنجرة الجير أو كلتش محول عزم الضوران لتحسين كفاءة تنجرة الجير أو محول عزم الضوران لما يكون الانزلاق أو الاتصال بين الشفارات صغير نسبياً بيتم قفل التنجرة أو محول عزم الضوران من خلال الكلتش وبالطريقة دي ما يحصلش احتكاك أكتر بين الزيت والمكونات الداخلية لتنجرة الجير وبيتم نقل قوة المحرك ميكانيكياً لنائل الحركة وعادة بيتم قفل التنجرة أو محول عزم الضوران في التروس الأعلى واللي بتكون فوق الترس التاني أو لما تكون سرعة السيارة أعلى من عشرين كيلو متر علشان كده لما بيقوم نائل الحركة بتغيير التروس بيتم وضع القلتش بحالة انزلاق أو تخفيف الاتصال بين المحرك والتروس وده علشان يساعد على منع اهتزاز نائل الحركة والتوضيح كلمة أو مصطلح انزلاق بشكل أبسط فهو تخفيف الاتصال بين المحرك والتروس لفترة قصيرة أثناء تغيير التروس علشان ما يحصلش اهتزازات قوية وزي ما موجود في القلتش في نائل الحركة اليدوي فقلتش القفل كمان موجود فيه ممتص للصدمات واللي بيخفف الاهتزازات أثناء مرحلة قفل تنجرة الجير أو محول عزم الضوران وحتى مع كل التفسير والشرح ده فلسه المكونات الداخلية الدقيقة لمحول عزم الضوران محتاجة الفهم أكبر وتفاصيل أكتر علشان تعرف طريقة عملها وفي النهاية فكل اللي انت محتاج تعرفه هو عند تعطل حساس حرارة زيت الجير هيتم تعطيل العملية دي في نهاية حلقتنا نكون اتكلمنا وضحنا أكتر المعلومات الضرورية عن أهم عطال حساس حرارة زيت الجير أو TFTS علشان تكون على معرفة بيها وتحدد إمتى هتحتاج لاستبداله شكراً لكم ونتقابل في حالة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة